لكن نروح سريعاً لزامنا العزيز كريم بيبرز الموجود حالياً في مدينة العريش أهلاً بك يا كريم، صباح الخير صباح الخير محمد، صباح الخير يا فسانت، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر حابين نتعرف منك يا كريم على الأوضاع والأحوال اللي لديك في العريش ومعبر رفح من الجانب المصر طبعاً طبعاً احنا ممكن نتكلم طول الوقت عن المجهودات المصرية اللي لا تتوقف بالوقوف بجانب القضايا الفلسطينية والشعب الفلسطيني ده منذ يعني بداية القضايا الفلسطينية ويمكن في ذكرى النكبة يعني ذكرى الستة وسبعين اللي كانت مبارح برضو ده بيأكد دايماً على دور الدور المصري بين بداية يعني إعلان الدولة بداية قصدي احتلال فلسطين وبداية منع ظهور الدولة الفلسطينية وبداية التضحيات المصرية من جانب بالدم وبالرأي وبكل الأنواع المساعدات المختلفة الحقيقة للدفاع عن القضية والأشقاء الفلسطينيين وده بقاله أكتر من ستة وسبعين سنة يمكن النهاردة الأيام بترجعنا تاني زي مضيفك العزيز كان بيتكلم دلوقتي إنه أكيد دي لها دلالات إن هي نكبة من ستة وسبعين سنة والنهاردة إبادة جماعية لكن في ظل الإبادة الجماعية وتخلي العالم كله وعدم التزام العالم كله بمثاق الأمم المتحدة والحفاظ على حرية تقرير المصير وحرية أيضا إقامة الدولة الفلسطينية إلا إن مصر دايما هي اللي فوش مدفعه دايما مصر هي اللي بتصمم على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود سبعة وستين وكمان مش بس جده لكن كمان إدخال المساعدات زي ما كنا بنتكلم طوال الفترة اللي فادت مازالت يعني محاولات مستمرة طول الوقت معبر رفح المصري لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى لبداية العدوان على قطاع غزة الحقيقة إنه يعني حتى منذ قيام قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني مصر صممت أنها تبدأ معبر رفح المصري مفتوح لكن قوات الاحتلال منعت دخول المساعدات من الناحية التانية معبر رفح الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم وعدد من الأماكن الأخرى ولكن برضو ما زالت المساعدات المصرية المختلفة موجودة في الرفح والعريش والأماكن اللوجستية في انتظار بالطبع التنسيقات المختلفة للدخول للناحية الأخرى شكرك شكرا جزيلا كريم بابرز موفد القناة الأولى من مدينة العريش على كل هذه البعلومات ترجمة نانسي قنقر